اه في خبر عاجل دلوقتي ومهم جد وهنرجع تاني للأهل والبرمز بعد شوية خلنوا راحين جايين على الأهل والبرمز اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي تقرر عدم أحقية مشاركة شهد سعيد في الأولمبيات تم بحسب البيان تم ثبوت مخالفة اللعبة شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والأخلاقيات الرياضية خلال سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناس تحت 23 سنة غير المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية والمقامة بمدينة السويس يوم السبت الموافق 27 إبريل 2024 وعليه تم تأكيد عدم حقية اللعبة شهد سعيد في المشاركة في أول مصابقة أو في أي مصابقة دولية بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية ببريس 2024 لإقافها لمدة عام حتى 26 إبريل 2025 بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدرجات وذلك وفقا لنصوص لائحة الاتحاد الدولي للدرجات وتهيب اللجنة الأولمبية المصرية بالإعلام المصري المؤكر والشعب المصري العظيم التكاتف والالتفاف في المسندة ودعم وتشجيع جميع اللعبين واللعبات أعضاء البعث الأولمبية المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بريس 2024 لما يحملوا هؤلاء اللعبين واللعبات من مسؤولية عظيمة لرفع اسمه على مصرنا الغالية على منصات التتويج في ذلك المحفل الدولي الرياضي الهام أنا كنت أجازة فما طلعتش اللي أنا نفسي أقوله في الحكاية دي وهقولك باختصار وهقولك باختصار رئيس اتحاد الدرجات المصري المحترم المحترم يا فندم ليك والغيرك مصلحة بلدنا مصلحة مصر بلد العظيم اللي احنا كلنا بنفخر ان احنا مصريين مصلحتها ترسيخ المبادئ والأخلاق والقيم دون عبس دون عبس حد تجاوز بنت صغيرة في السن تجاوزت اه انا مش مع دبحها انا من الناس دي مش لازم كلنا بنغلط ما بالك انت لو حده صغير في السن بس لو حضرتك قلت مش مشكلة اللي عملته وسمحناها خلاص ويلا سافر الأولمبياد دي مش مصلحة مصر ده ضرر لمصر انك بتقول لكل الشباب والأطفال الصغيرين يا حبيب اعملوا زيها وهنسمحكم وعشان خاطر مصلحة مصر هتروحوا تتمثلونا في الأولمبياد ده غلط يا جماعة بلاش كل شوية نحط مصلحة مصر في الموضع الخاطئ نحطها في الموضع الصحيح الموضع اللي تستحقوا هذا أو هذه البلد العظيم بلاش عبس في الأفكار وفي الألفاظ شهد ربنا يوفقها على الفترة اللي جاية تتطعز من هذا الخطأ تتعلم منه حرام نتبحها للأبد عشان هي صغيرة طبعاً بس ما كانش ينفع أبداً تشارك في الأولمبياد أبداً أبداً ومش مشكلة عشان خاطر مصلحة بلدنا هتشارك في الأولمبياد ده غلط بعد إذن حضرتك يعني لو هتتقبل هذا الكلام وخيراً فعلت اللجنة الأولمبية المصرية ناس مسؤولة ناس فهمة ناس عارفة وبعدين آخر حاجة بس معلش أنا ياسف يعني هو حضرتك لو كنت عايز تصفرها الأولمبياد كنت طلع أضحك علي يعني إيه يقول بعد ما حققنا في الموضوع طرق البنت ما عندهاش حاجة لكن يبقى حضرتك وقفها سنة بعد ما حققت وتأكدت بقى تطلع على الأولمبياد وعايزنا أشتري منك يبقى ده كلام إيه كلام ما يصحش